اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سواء على برنامج او تطبيق فبنفس الالية هنشتغل في هذه الندوة باذن واحد احل طيب في الندوة السابقة ما ادري اذا ممكن بس نفتح الشات واباكم تذكروني ايش خذينا في الجزء الاول او ايش تكلمنا عنه في الجزء الاول ايش تتذكروا من نقاط ناقشناها في الجزء الاول الشات مفتوح فاذا ممكن تردوا علي ايش النقاط اللي اخذناها في الجزء الاول او اطرقنا لها في الجزء الاول البادلت فعلا الصبورة التفاعلية شكرا يا مونة مفهوم التعلم فعلا فعلا مفهوم التعلم النشط تطبيقات التعلم النشط اتش فايف بي شكرا ممتاز هذه تقريبا ابرز الاشياء اللي احنا تكلمنا عنها في الجزء الاول وراح ارجع استعرضها معاكم بشكل سريع في الجزء الاول تكلمنا عن الطريقة التقليدية في التعلم او في التعليم وقلنا انها طريقة تم تصورها وابتكارها لعصر مختلف بدأت في القرن الثامن عشر واستمرت الى العصر الحالي كمان قلنا التعلم النشط وكيف انه ينقل المتعلم الى بيئة حركية ويضيف على البيئة الحركية تحدي فكري يفعل فيه مهارات التفكير العليا طبعا اتكلمنا كمان عن التعلم النشط والتعلم الاكتروني وقلنا كيف ممكن نفعل او نعزز التعلم النشط باستراتيجيات مختلفة في بيئة التعلم الاكتروني والمرة الماضية اخذنا اتش فايف في وسكتش بورد كتطبيقات وادوات تفعل التعلم النشط والتفاعل مع المحتوى طبعا في نقاط قلناها وحابة ارجع اعكد عليها اللي هي انه تفعيل تطبيقات وادوات تدعم العملية التعليمية والتعلم النشط كل ذلك ينطلق من استعداد المتعلم وقدراته انه مرتبط بحياة المتعلم وقائم على تفاعل المتعلم مع بيئته ومحيطه هذا بشكل مختصر الاشياء اللي اتطرقنا لها في الجزء الاول من الندوة طيب وصلتني تطبيقات جميلة جدا لكم سراحة اشكر واخص بالشكر الاستاذة رقية حمد من الامارات من كي تولف والاستاذ محمد الشهراني الاستاذة منير عبدالعزيز من من اتوقع من خميس مشيط في كمان عزيزة حمدي من جازان ضحى خضر من ينبع هذولا ابرز الناس اللي ارسلولي تطبيقاتهم اللي انتو شايفين الخريطة او سكتش بورد استخدمها في تطبيق استراتيجية الخريطة الخريطة الذهنية كمان اتش فايف بي استخدموا في استخدموا الاستاذ اتوقع محمد الشهراني في المخيلة الموجهة كمان فيه عندي هنا اتش فايف بي استخدم كفيديو تفاعلي الفيديو عليه اسئلة وكمان سكتش بورد استخدمت كخريطة ذهنية وك تدرج لتسلسل معين فشكرا لكم ويعطيكم الف عافية اللي وصلتني تجاربهم صراحة ما قصرته كانت يعني شي جميل وداعم ان نستمر في هذه الندل او في يعني نجيب لكم تقنيات كمان مبتكرة ونضيفها نعلمكم اياها طيب صراحة انا من الناس اللي احب اشيد بالجهود السابقة فمن افضل التجارب او من افضل قصص النجاح اللي مرت علي اللي هي قصص النجاح الخاصة بالتعلم الالكتروني واللي اقامتها العمادة من ضمن مبادرة مبادرون في الفصل الصيفي او الفصل الثاني للعام الماضي هذه التجارب تجارب رائعة واستخدمت تقنيات مبتكرة في التعلم الالكتروني حبيت انه اعطيكم هذا طبعا الباركود الخاص بالخبر التفاصيل في قصص النجاح مصورة على شكل او موثقة في ندوة خاصة فيليت تطلعوا عليها لانه فيه كمان يعني زي مثلا استخدام مختلف استخدام اليدويات الالكترونية في تعليم الرياضيات للدكتور سامي الشهري كان استخدام مختلف ومفتكر وحاب انه الجميع يستفيد من هذه التجربة تحديدا ويفعلها في مقرراتهم مخصوصة اللي عندهم رياضيات وإحصاء ولانه جتني تجارب كثيرة للرياضيات فإن شاء الله بإذن واحد أحد هحاول أتطرق إذا أمدان الوقت لتفصيل خاص بالرياضيات طيب نبدأ ندوة الليلة بسم الله طبعا التفاعل زي ما قلت لكم هيتكون عن طريق الباركود أبغاكم الله يسعدكم تجهزوا ورقة وقلم أو سكرينشوت للأشياء اللي تحبوا للأشياء اللي ممكن تفيدكم أو خلينا نقول تشاركوني بها في نهاية الدورة كمان حيكون فيه تقريبا على كل جزئية باركود أبغا منكم تشاركوا معاي في هذا الباركود سواء خلينا نقول مقترحاتكم أو أفكاركم أو أين كان طيب استراتيجيات التعلم النشط زي ما أنتم شايفين أنا جمعت لكم أبرز الاستراتيجيات اللي وصلتني من المستخدمين طبعا أنا آخر في آخر الندوة الماضية حطيت استبيان أنوا شاركوني تجاربكم أغلب التجارب اللي جد طبقت هذه الاستراتيجيات زي الخرائطة الذهنية لعب الأدوار العصف الذهني صف المقلوب البحث والاكتشاف المهام التعاونية وأرسم أفكار قصة لي القطار لوحة المفاتيح والزوايا الأربع طبعا أنا زي ما قلت في بداية الندوة الماضية أنا ماني مختصة في التعلم النشط لكني أو دوري في هذا الندوة أني أنا أساعدكم وأزودكم بأدوات وتطبيقات ومواقع تفيدكم واتطور من مهاراتكم في تنفيذ الاستراتيجيات اللي أنتوا شايفينها وغيرها سواء بما يتعلق في المحتوى أو الواجبات والاختبارات طبعا التقنيات هذه المختلفة رح تدعم العملية التعليمية عبر نظام درس التعلم والتعلم الإلكتروني تمام طيب خلوني أبدأ للدرس التقليدي الأول طيب في الدرس التقليدي الأول رح يحتاج تفاعلكم الله يسعدكم مع هذا الباركود ضروري الكل ياخذ صورة للباركود على أساس أشوف ردودكم عليه الدرس الأول هو درس علوم أو درس إحياء بايولوجي زي ما أنتم شايفين في الصورة اللي قدامكم الأجهزة المختلفة في جسم الإنسان الجهاز العضلي الجهاز الهضمي الجهاز الدموي الجهاز العضمي الجهاز العصبي أبواقم الله يساعدكم تفكروا لي في استراتيجية ممكن تستخدمونها في تقديم هذا الدرس طبعا الأستاذة بسمة مشكورة حطت رابط المشاركة على الشات اللي ما يقدر يفتح اللي ما لحق ياخذ الباركود من الشريحة اللي قبلها فالرابط موجود على الشات بحيث أنكم تشاركوا معي إيش ممكن الاستراتيجيات اللي تستخدمونها على أساس تقدمون هذا الدرس الخريطة الذهنية ممتاز العصف الذهني الصفة المقلوب أحدث بس من وجهة نظركم إيش هي الاستراتيجيات اللي ممكن تستخدمونها استراتيجيات التعلم النشط طبعا لتقديم الدرس حل المشكلات العصف الذهني قراءة الصورة 3D ممتاز أرسم أفكارك قراءة الصور المهام التعاونية الفديو التفاعل ممتاز البطاقات المروحية أنا قاعدة أشوف أفكار استراتيجيات جميلة جيسيكو ممتاز الصور والشرحات الكرسي الساخن أعتقد التعلم التعاوني تعلم الأقران ممتاز أنا قاعدة أشوف ردود حلوة جدول التعلم الفيديو الفاعلي الواقع المعزز لاحظ واكتشف مجسمات البادليت الصور المشاريع قراءة الصور ممتاز شكراً لكل مرد وتفاعل معايا في هذا الشريحة خلوني أرجع طبعاً أنا ححتاج أسألكم سؤال بالذات اللي رده علي بتقنيات معين طيب حوريكم كيف هذا الدرس طبق باستخدام استراتيجيات التعلم النشط طيب أنتم شايفين قدامكم في الصورة نموذجين عمل الأول الأول اللي كان على شكل دفتر كل عضو من الأعضاء على شكل مجموعة أوراق أو نوتا أو دفتر وكاتب فيها القصة أو وصف إش قاعد بيصير داخل هذا العضو والاستراتيجية اللي استخدمت هنا قصة لي الاستراتيجية الثانية أو في الصورة الثانية طبعاً باستخدام باستخدام الأدوات الفنية أو أي إن كان نوعها الأوراق أو حتى المادة الخام فعمل محاكاة للجهاز أو لأجهزة جسم الإنسان طيب الآن الله يسعدكم أنا حابة أسألكم إيش ممكن التقنيات اللي إحنا نستخدمها تدعم الاستراتيجيات اللي أنت ذكرتوها قبل شوية والضيف للعملية التاليمية أنا في ناس ذكروا لي 4D 3D أنا بأعرف إذا في بالكم أو سبقوا استخدمتوا برنامج بعينه ممكن تفيدونه بها سواء كتقنية أو كموقع ويبسايد من وجهة نظركم إيش الأدوات والتقنيات أو البرامج اللي ممكن أنتوا تستخدموها على أساس تحققوا هذا الاستراتيجية تحققوا هذا الاستراتيجية الرد أبغاه يكون الله يسعدكم في نفس الرابط اللي قبل شوي أنتوا أعطيتوني استراتيجيات لكن هل في بالكم أي مواقع ممكن اتفيد طبعا هذا البركود تنسخونا عندكم في جهازكم ويفتح لكم هذه الصفحة وفي الصفحة تكتبوه اللي أنتوا تشوفونا أنا قاعدة أشوف اسمها ER ممتاز Notes ما لحقت أقرأ الكلمة Think Link ممتاز كل هذه التطبيقات وأدوات ممكن تساعدكم طيب خلوني أستعرض لكم الآن فيديو عن طريق Anatomy 4D App طبعا هذا التطبيق يستخدم على أساس يحول أي مادة أو أي جزء من أجزاء الأحياء إلى واقع افتراضي أفوام بستقيقة أطبط طلعا ما أدري الشاشة عندكم واضحة أي وواضحة استدريمه بس يحمل طبعا أول شيء نحدد المكان اللي نبغى النموذج فيه واسم التطبيق موجود على الفيديو Anatomy 4D طبعا أبدأ أختار طبعا أنا أحشيل جزء من أنا ما أبغى كل أجهزة جسم الإنسان أنا أحشيل بس الجزء اللي أنا أبغى طبعا ميزة أن الطالب يقدر يشوف التطبيق الموجودة في جسم الإنسان باستخدام هذا التطبيق يعني زي ما أنتم شايفين هذه الشعيرات الصغيرة العصبية اللي فوج الإنسان وبنفس الطريقة على كل أجهزة الجسم الثانية فممكن أستاذ العلوم أو أستاذة العلوم أو أستاذ الإحياء أو البايولوجي أو أين كان ممكن يستخدم واحد من هذه التطبيقات في كلاس اسم التطبيق موجود Anatomy 4D App هذا الهيكل العظيم طيب خلوني أنتقل وأرجع حاب أسألكم على نفس الشريحة اللي قبل شوي هل تشوفوا أن هذه الاستراتيجية ممكن تضيف للطالب ممكن تغير في بيئة التعلم بالإضافة إلى الاستراتيجية اللي أنتوا هتستخدموها مع التطبيق هل هتضيف له شيء كثير قدامكم الشات إذا ممكن تردوا علي على الشات أو على الموقع الاستراتيجية هل هتضيف لعضو هيئة التدريس قاعد يقول لي نعم نعم أكيد حتغير جو أو البيئة التعليمية للطالب حتفتح له أوفاق أو ساعة حتخليه بدل ما يقعد على الدرس خمس دقائق حيقعد عليه ساعة وأكثر على أساس يفهم التفاصيل الدقيقة طيب حنتقل لكم للدرس الثاني وحاب الله يسعدكم بنفس الطريقة التواصل يكون على الشات أو على الباركود الموجود طيب الدرس الثاني هو عن الواي فاي هذا الدرس التقليدي اللي بالعادة يتقدم ممكن يتقدم بنفس الطريقة اللي أنتم شايفينها أنه تعريف الواي فاي أنه من تقنيات الاتصال الحديثة اللاسلكية يقوم على استخدام شبكة الراديو وقادر على اختراق الجدران والحواجز ذات سرعة عالية الواي فاي حاليا معروف بأنه يستخدم لكشف الأسلحة والمتفجرات من وجهة نظركم كيف ممكن عضو هيئة التدريس يشرح عن الواي فاي باستخدام أي استراتيجية من استراتيجيات التعلم النشط أنا هنا حاطة الاستراتيجية مثلاً لنتصور ويوري هذه الصورة لموجات الواي فاي المعتقد أو المصورة باستخدام أجهزة الإكس راي والأجهزة المتطورة الثانية هل فيه تطبيقات ممكن يستخدمها عضو هيئة التدريس ويوري الطالب حقيقة هذه الموجات أو الترددات استنى ردكم الله يسعدكم استنى ردكم أنا ما أنا شايف أحد يكتب لي على الشات هل تشوفون فيه أدوات ممكن تساعد عضو هيئة التدريس بأنه يقدم هذا الدرس بطرق مبتكرة أكثر لا أعرف نعم وبقوة برامج المحاكاة الشات مفتوح الشات مفتوح نعم طيب خلوني أوريكم واحدة من الاستراتيجية أو واحدة من واحد من التطبيقات اللي استخدمت لكشف نقاط الواي فاي زي ما أنتم شايفين هذا أنا في الجامعة وهذه كلها نقاط شبكة نقاط واي فاي موجودة في الممر النقطة الخضرة لها معنى والنقطة الصفرة لها معنى والنقطة البرتقالية لها معنى وزي ما أنتم شايفين موجودة في طول الممر هل باعتقادكم مثل هذه التطبيقات ممكن تضيف للطالب بعض ثاني باستخدام استراتيجية معينة مثلا في هذا الفيديو ممكن عضو هاي التدريس يستخدم استراتيجية استراتيجية أرسم لي أو قصة لي أو أرسم أفكارك أو أي إن كان ايش رايكم طيب خلوني أنتقل لاستخدام التقنيات والبرامج مع استراتيجيات التعلم النشب طيب الله يعافيكم الجزء الجاي شوي تقيل فأبواكم تركزوا معايا طبعا أنا أبغى أول شيء الله يسعدكم الردود أو خلينا نقول مخرجات الدورة رح أطلب منكم في نهاية الدورة لأنكم تحطوها على تويتر فلطفا الله يسعدكم حطوا في بالكم هذا الشيء وخلونا نركز إنه الشات يكون بس رد على أسئلتي على أساس ما نضطر نوقف الشات مرة ثانية تمام؟ طيب إحنا كده انتهينا من التطبيق الأول خلونا نروح على الجزء انتهينا من الجزء الأول فخلونا نروح على الجزء الثاني طيب في الجزء الثاني رح أتكلم عن تطبيقات وأدوات تدعم المحتوى النشب والتفاعل مع المحتوى تدعم التعلم النشب والتفاعل مع المحتوى الجزء الثاني إحنا في المرة الماضية أخذنا H5P وسكتش بورد في هذا الندوة إن شاء الله اليوم بإذن واحد أحد رح أستخدم معاكم تطبيقات ومواقع تصميم وتقنيات حديثة في بيئة المتعلم تضيف للعملية التعليمية أو تجعل العملية التعليمية تجربة استثنائية وميزة للطالب طبعا بالإضافة أنه أكيد أنتم ما حتتوقفوا بس على استخدام هذه التقنية أكيد حتضيفوا استراتيجية من استراتيجيات التعلم النشب طبعا زيب أنتم شايفين حتكلم الليلة عن ثلاث نقاط تقنيات الواقع المعزز تقنيات الواقع الافتراضي وتقنيات الواقع المختلف ورح أعلمكم حاجة بسيطة بإذن واحد أحد تتعلق بهذا الخصوص لكن الله يسعدكم أبغى تركيز وأبغى مشاركات معي طيب الواقع الافتراضي خلوني أبدأ بالواقع الافتراضي هو تجسيد الواقع البيه على شكل عوامل بصرية زي الألعاب اللي بتجي بالجوال زي مقاطع الفيديو الأنمي أي إن كانت فهي كلها تطفيق للواقع الواقع اللي إحنا نعيش فيه كواقع افتراضي ويعرف بالفي آر التقنيات الثانية هي تقنيات الواقع المعزز اللي هو الإي آر وهو مستوى آخر مبني على الفي آر فإذا كان المبني طبعا الواقع المعزز مبني على الفي آر طبعا الفي آر بيعتمد على المؤثرات البصرية والصوتية فقط لكن الـ إي آر بيدمج البيئة من ضمن يعني البيئة اللي إنت تعيش فيها بيدمجها من ضمن التطبيق زي التطبيق اللي قبل شوي استعرضته لكم سواء عن الواي فاي أو عن هيكل جسم الإنسان طبعا في تقنيات الواقع المعزز ابتكارات حديثة قاعدة تصير وقاعدين نشوفها ومشاء الله توصلنا كل يوم سواء عن طريق سنابشات أو عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي واستخدام تقنيات الواقع المعزز أو الـ إي آر أنت تقدر تنقل برج إيثل وتخليه في الحديقة حقتكم أو جمب سريركم أو أي إن كان المكان اللي إنتوا حابين تحطونه فهذه واحدة من أقوى التقنيات الموجودة في عصرنا الحالي طبعا التقنية الأخيرة اللي هي تقنيات الواقع المختلط طبعا هي عبارة عن الـ MR وهي تتحنى دمج الواقع بالافتراض بحيث أنه إحنا نصير نتفاعل أو خليني أقول المشهد اللي قدامنا يتأثر بحركاتنا ويستجيب لها طبعا واحنا من الشركات الرائدة هذه الشركة اللي أنتوا أنا حشغل لكم الفيديو بإذن واحد أحد حقهم طبعا هذا جوال مبتكر الجوال زي ما أنتوا شايفين بيتأثر بحركة الرأس وبحركة العين زي ما أنتوا شايفين قاعد يعرض له وهو مجرد يحرك رأسه وهو لسه في سرير ما تحرك هذه الخاصية الـ MR إن شاء الله بإذن واحد أحد نشوفها في تطبيقات قادمة في المستقبل بإذن واحد أحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أدري كذا معاي تمام كذا صوتي واضح تمام لطفا الله يساعدكم إذا الجزء اللي فات استوعبته خلاص تمام يصير تردولي عشات إنه تمام عشات مفتوح أبغى أشوف ردكم الله يساعدكم ترجمة نانسي قنقر أو أي إن كان نوع المحتوى اللي أنت تبغى تصممه على الـ VR أو الـ ER سواء واقع افتراضي أو واقع معزز طبعا هذه التطبيقات هي زبر وسلايد وورك أنا الليلة بإذن واحد أحد رح أمشي معاكم خطوة خطوة في زبر طيب قبل لأمشي أنا حابة أوريكم كيف ممكن يستخدم تطبيق الزبر طبعا هو إلكتروني يهدف لتمكين الجميع موقع مجاني في خصائص معينة يقدر عضو هيئة التدريس أو المدرس أو الأستاذ يستخدمها بطريقة معينة ويفعل فيها المحتوى الخاص طيب الله يساعدكم أنا أبغاكم تمشوا معاي على الخطوة الأولى أبغاكم عن طريقة الـ barcode الموجود أمامكم تحملوا التطبيق الخاص بالموقع من أجهزتكم طبعا التطبيق سواء على الـ iOS ولا الـ Android أبغاكم تحملوا التطبيق الخاص بي البرنامج سواء عن طريقة الـ iOS أو الـ Android أما أعرف أنا صوتي واضح صوتي بسمة واضح أنا أعتقد صوتي واضح استدري ما إيه صوتك واضح صوتي واضح يمكن مشكلة من عندكم الرابط موجود في الـ barcode الله يساعدكم أفتحوا أمسحوا الـ barcode وحملوا البرنامج على أساس تقدروا تشوفوا الدرس اللي أنا صممته على هذا التطبيق لما تخلصوا من تحميل التطبيق أرسلوا لي الله يساعدكم أنه تم الانتهاء من تحميل التطبيق على أساس أنا أنتقل للجزء اللي بعده شكرا لكل اللي ردوا اسم التطبيق بنفس اسم البرنامج هذا هو بنفس اسم البرنامج تم التحميل شكرا يا بدل أباكم تحملوا التطبيق الموجود تحملوا التطبيق الخاص بالبرنامج هذا الـ barcode حق التطبيق شكرا لكل اللي رد ابتهال وأحمد ومرام وعلي شكرا لردكم وأنكم حملتوا تم التحميل ريم طبعا ما حتقدروا تشوفوا المحتوى الخاص اللي أنا صممته إلا بالتطبيق الخاص بالموقع موقع زبا فضروري الله يساعدكم تحملوا التطبيق بأي أن كان نوع أجهزتكم iOS ولا Android كلها يحمل طيب بعد ما حملتوا التطبيق أفتحوا التطبيق وأعطوه صلاحية للوصول للكاميرا وأمسحوا الكود الموجود في الخيار الثاني أو في النقطة الثانية طبعا الخيار الكود رح يتحمل فأعطوه وقته على بال ما يتحمل شكرا لكل اللي ردوا وكل اللي حملوا التطبيق طبعا التطبيق موجود على App Store والAndroid Market بنفس اسم البرنامج زبا طيب اللي خلصوا تحميل البرنامج أمسحوا لي الكود الخاص بالدرس من المرنامج تعطيكم دقيقتين على أساس تشوفوا الدرس تتفرجوا عليه قبل لاستعرضه معاكم ترجمة نانسي قنقر 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 درس عن الخلية ممتاز أعطي صلاحية للكاميرا وأفتح التطبيق طبعاً طبعاً الدرس تم إسقاطه على الواقع الافتراضي لكم الموجود حواليكم طبعاً المقاطع كانت عبارة عن صور وأتوقع فيديوين وأتوقع نص أو صورة فيها نص ممتاز ممتاز لكل الحمد لله فتح طيب لاتسمحوا لي بس أشارككم على أساس التعلم باستراتيجية صف المقلوب فعلاً تحركي تعمل سلايدز بين الأشياء الموجودة لأ من جوجل ما ينفع تدخل لازم من الابستور تحمل للتطبيق طيب لاتسمحوا لي بس أساس أشارككم الشاشة الكل قاعد يقول أنه تمت المشاهدة اسم التطبيق زبر سيد ما تمسح هذا الجوال ما أدري الكل واضح معه واضح استدريمة واضح رح أمشي معاكم على التطبيق هذا هو التطبيق هذا هو آخر تطبيق موجود تحت زبر رح أضغط عليه وحروح على الملف الخاص أو الكود الخاص زي ما انتوا شايفين يمشي وهذا هو الدرس زي ما انتوا شايفين مقطعين فيديو مجموعة صور على الواقع اللي أنا موجودة فيه واضح أقدر أشغل الفيديوهات أقدر أستعرض كل الملفات الموجودة واضح تمام طيب إن شاء الله بإذن واحد أحد الليلة رح أعلمكم كيف تعملوا هذا كيف تستخدموا هذا التطبيق لمثل هذا يعني ما أعرف لمثل هذا التصميم أو هذا المحاضرة أو هذا الأسلوب في التدريس وفيه أشياء متقدمة كمان كثيرة أتوقع إن شاء الله بإذن واحد أحد مجرد ما تتقنوا المستوى هذا رح تقدروا بإذن واحد أحد بأنفسكم تتعلموا على الأشياء القادمة كيف تدخل على الدرس يا محمد تمسح التطبيق الخاص في رقم أثنين طيب أول شي تحملوا التطبيق على جهزتكم بعدين تمسحون الكود الخاص بالدرس أي استفسار كلها هذه أنا سويتها بجهاز اللابتوب وموجود طبعا الطريقة كيف إنه عضو هيئة التدريس أو الأستاذ بيعطي الطالب الكود بس يقوله حمل البرنامج وهذا كود الدرس اليوم مثلا أحضر أو لخص أو أي أن كانت الاستراتيجية اللي ممكن يستخدمها عضو هيئة التدريس وبعدها تجيه الفيدباك الفيدباك حتكون على النظام اللي أنتوا تستخدموه في التعلم الإلكتروني تمام واضح الدرس أي استفسار فيه طبعا التنقل سهل وسلس ما فيه أي صعوبة والنفس المحتوى نفس الدرس نزل على الواقع الافتراضي الموجود أو الموجودين أنتوا فيه سواء اللي كان موجود في مكتب اللي في مقهى اللي موجود في صالة على الواقع حقكم أي سؤالة وأي استفسار في هذا الجزئية طيب كيف نستخدم موقع زبر طبعا رح أشرح بشكل بسيط والشيء الأساسي اللي أنتوا تحتاجونه إن شاء الله بإذن واحد أحد طبعا رح نرسل لكم الرابط على الشات بإذن واحد أحد رابط البرنامج ما قدرتوا تحصل على الرابط من الشات الرابط موجود أكتبه بس في جوجل زبر وحيطلع لكم الموقع أنا حرجع معاكم وراء أساس تشوفوا كيف دخلت لهذا النقطة كيف تستخدمونا وكيف تستفيدون منا هذا يرجع لكم أنتوا أعضاء هيئة التدريس التقنية موجودة أنتم ممكن تستخدمونها بأي شكل إن كانت أنا شفت دروس في نفس التطبيق في مواد الكيميا وفي مواد الحاسب الآلي في مواد الكورسات المعمارية فكلها تستخدم التطبيق وعضو هيئة التدريس أو خلينا نقول حتى الطالب ممكن الطالب إذا كان عنده نموذج مبدئي المشروع أو أي إن كان كنا بالعادة نعمل النماذج المبدئية عن طريق هذا التطبيق أنا فتحت في البداية زب وورك هفتح الموقع الأصل هقول له لو أنا لسه ما سجلت هعمل Get Started لكن أنا سجلت هضغط لقون Get Started هيتطلب منك تحدد أنت ديزاينر أو مطور أعمال أو 3D artist أو أين كان فإنت تختار أنه أنت لسه مبدئ ديزاينر هتضغط على Designer وGet Started هيتطلب منك إيميلك وبياناتك الأساسية أنا سجلت هضغط لقون طبعاً مجرد على أدخل على الصفحة الرئيسية رح تظهر لي هذه الصفحة طبعاً في هذه الصفحة أكثر من شيء أنا اللي يهمني أنكم تنتبهوا له الله يسعدكم اللي هو Projects هروح عند Projects اللي هو مشاريع هتضغط على علامة الزائد اللي جنبها نيو بروجيكت هتظهر لي نافذة جديدة مطلوب مني أسمي المشروع فيها خلاص ومطلوب مني أختار واحدة من الأربع تقنيات الموجودة أمامكم طبعاً الدرس اللي قبل شوي صمم باستخدام تقنية Designer فيه Studio فيه الـ Universal ER وفيه الـ Widget أنا صراحة درس صممته على Designer لكن فيه استخدامات كثيرة فيه استخدامات كمان أكثر للـ ER فيشوفوا إيش يناسبكم المستوى اللي أنا قلت لكم المبتدئين بالذات اللي لسه أول مرة يدخلوا هذا المجال فيفضل إنهم يستخدموا Designer أنا ضغطت على Designer ورح أضغط على Next Step حيطلب مني هنا أختار كيف هذا الدرس رح يطلع في النهاية هل أبواه يطلع بZip Code ولا رابط Bar Code QR Code ولا صورة أنا اخترت Zip Code حضغط Create the Project أنا مجرد أضغط على Create the Project حيفتح لي النافذة الخاصة بالمشروع هذا هو اسمي R2-2 يعطيني كل الخيارات هذه أنا ما أبغى هذه أنا أبغى على طول Open the Designer وفتح معايا هذه النافذة هذا فيديو شرح على أساس يوريني الأشياء المهمة حشرحها حمر عليها بشكل سريع بإذن واحد أحد هنا أنت تقدر تحط الصور الخاصة فيك اللي تحب الطالب استعرضها هنا لو عندك مجموعة صور زي الصور اللي أنتوا شوحتوها كانت Photo Album لو عندك أي فيديوهات تقدر تضيفها هنا سواء من اليوتيوب أو عندك فيديو خاص لمحاضرة سابقة تقدر تعمله Upload هنا لو عندك أي نوع من أنواع الأصوات تبغى تضيفها يستمع لها الطالب هنا النصوص نفسها هنا لو تبغى تضيف أيقونات أو حتى محتوى طيب بعد ما تضيف أنت أي شيء طبعاً حيطلب منك مثلاً زي ما أنتوا شايفين أنا حقعد أضيف هذا المثلاً أضبط ثلاث صور وحامل لها Upload Upload في المشروع مجرد عفواً عمل لها Use عفواً Use مجرد ما عمل لها Use زي ما أنتوا شايفين ظهرت قدامي هنا حبدأ أنا أرتب يقول لي المشهد الأول اللي أنا أبغى الطالب يشوفه إيش هو هل أبغى يشوف الصور أبغى يشوف لو مثلاً حاب أضيف له رابط فيديو أو حاب أضيف له صوت أو تيكست أو أي أن كانت طبعاً مجرد ما أخلص حعمل Published الـ Publish هنا رح يعطيني Zip Code خاص بهذا الدرس واضح؟ لو أنا أبو أشوف الدرس كيف ممكن الطالب يشوفه رح أضغط في review حيوريني الدرس كيف الطالب يشوفه من جهازه تمام؟ هذا Zip Code على أساس لو أنا أمسحه بيجي هذي وأشوف الطالب كيف يشوفه هذا باختصار البرنامج أنا ما حبيت أكثر فيه وأطول فيه على أساس ما أصاعبه لكن هذا ببساطة شديدة استخدام البرنامج ما أعرف عندكم أي سؤال أو أي استفسار البرنامج مجاني البرنامج ينفع بالجوال لا مو لازم باللابتوب طيب طيب أنا في نهاية الندوة حعيد الخطوات بشكل سريع طيب فاللي ما فهمه لا يشيلوهم حعيدها إن شاء الله بإذن واحد أحد للأسف البرنامج باللغة الإنجليزية مش ممكن يتغير بالعرض كيف يشاهد الطالب العرض زي ما أنتوا شفتوه التسجيل من جوجل عادي برقم الإيميل بعنوان الإيميل عفوا للأسف ما في تعريق الطالب لازم يحمل البرنامج عساس يقدر يشوف الدرس بالكود لكن لو عنده برنامج باركود عادي ينزل لك QR كود وتقدر يقدر يقرأ في مكعب الهلي تمام مكتوب فوق 28 يوم لأشياء مجانية لكن لو أنا بغير أعمله أبغريد هذا يتعلق بالستيديو ديزاينر والأدوات الثانية اللي هي الوجز وهذه الأشياء الندوة مسجلة يمكن إنشاء الدرس من التطبيق هو موقع تصميم درس أنا سراحة في دراسة الماجستير استخدمته على أساس أنتهي من النموذج المبدئي أصبح من النموذج المبدئي الخاص بي طيب الندوة إن شاء الله بدنا واحد أحد سننزلها على سويتر أكيد يفيد معلمين لغة الإنجليزية البرنامج استخدامه مفتوح يعني هذا أجمل شيء سبحان الله في الأدوات التقنية أنت تحدد كيف تستخدمها تشوف الطريقة والآلية المناسبة لك وتستخدمها بالطريقة اللي تناسبك التصميم صورة والصوت ومقاطع فيديو أي إن كان اللي أنتو تبغلون يعني زي ما أنتو شايفين هنا أنا لو فتحت لكم المشروع أنا أضفت مقطع نصي وأضفت مجموعة صور وأضفت مقطعين فيديو وأضفت صورة كمان تعبيد تمام طيب تمام طيب أنا كده خلصت البرنامج الأول الزبع خلوني أسألكم كيف ممكن هذا البرنامج يستخدم في بيئة التعلم الإلكتروني باستخدام أو بالتضامن أو باستخدام استراتيجية من استراتيجيات التعلم النشط يعتبر برنامج التصميم وينفع لأي مادة من المواد المواد الدراسية كيف ممكن هذا البرنامج يستخدم استنى ردودكم الله يساعدكم على البركود الموجود في الصورة كيف ممكن هذا البرنامج اللي هو زبر كيف ممكن نحن نستخدمه في البيئة التعليمية وكيف يعني إيش الاستراتيجية اللي تشوفونها مناسبة كمان نستخدمها معا تقديم المشاريع العلمية ممتاز تعلم المقلوب فصل المقلوب ممتاز طبعا الرابط موجود عندكم في الشات رابط المشاركة الله يساعدكم أكتبوني كيف ممكن يستخدم هذا البرنامج مع استراتيجية من استراتيجية التعلم النشط خلوني أشوف جتني ردود 17 رد في تقديم التجارب العملية المصورة في كمان ما عليش بس أفتح المشاريع البحث والاستكشاف في كمان حل المشكلات العصف الذهني المحاكاة المشاريع الفصلية ممتاز كلها هذه التقنيات فعلا أو استراتيجيات تنفع بالإضافة طيب إذا تسمحوني بس حوقف المشاركة على أساس أقدر استعرض الاستراتيجيات الموجودة العصف الذهني ممتاز في كمان المشاريع المحاكاة حوقف استقبال الردود على أساس أشوف الاستراتيجيات اللي أنت اقترحتوها في الفصل المقلوب والتهيئة للدرس ممتاز كعروض شروح للأعمال الفنية استخدام ممتاز لهذا التطبيق لشرح الدروس التي تكون فيها تطبيق عملي ممتاز جدول التعلم رسال باركود للطالب استراتيجية العين الفاحصة ممتاز ممكن تستخدم فيها هذا التطبيق محطات التعلم الاستكشاف التعلم القائم على مشاريع الفليب كلاسروم زيارات الميدانية التعليم المنعكس كل هذه استراتيجيات رائعة سراحة تلخيص لوحة كاملة فعلا لخرائط الجغرافيا التصور ممتاز التجارب العملية والتركيب ممتاز فالاستقصاء في رسم البياني للقواعد العرابية الأساسية ممتاز تقديم التجارب والرسومات التوضيحية أما بفيديو أو صورة مجسمات فنية والتشكيل بالخامات ممتاز تفسير معاني الكلمات في التمثيل ممتاز في مادة الرياضيات فعلا هذا الاستخدام أكثر استخدام يستخدمونه استخدام برنامج في الرياضيات في المجسمات الثلاثية وغيرها ما أعرف أحد حاب يرد أحد حاب يضيف أي استراتيجية ممكن تستخدم إحنا عندنا 150 رد في أحد حاب يضيف أي استراتيجية ممكن إحنا نستخدمها بالإضافة إلى الاستراتيجيات اللي ذكرناها باستخدام هذا التطبيق خلوني أنتقل لللي بعد طبعا كده الاستراتيجيات اللي أنا صراحة أقترحها وأشوفها استخدمت مع هذا التطبيق مع زبر أو زبورد اللي هو تعلم الأقران البحث والاكتشاف المهام التعاونية خماسية لماذا ورسم أفكارك قصة لي التركيب والتطابق هذه الاستراتيجيات واستخدمات مع البرنامج تدعم البرنامج بالعملية التالية أي استفسار أي سؤال على هذه النقطة خلينا أشوف فيه كمان 186 رد إذا فيه أي استراتيجية جديدة ممكن يثنى شي فيه التمثيل ممتاز هذه قلناها خلوني أنتقل للي بعد أنا كده خلصت الجزء الثاني من ندوة اليوم اللي هو زبر طبعا فيه شروحات موجودة باللغة الإنجليزية إن شاء الله تقدر تستفيدوا منها طبعا البرنامج بيغطي كل أنواع الواقع الافتراضي والواقع المعزز وفق الآلية اللي أنتو تحبوها والاستخدام اللي أنتو تشوفوه مناسب لكم أي سؤال في هذا الجزئية أنا حرجع أشرحها بإذن واحد أحد حرجع أوضح اللي ما وضح في نهاية الدورة بإذن واحد أحد طيب تماما الله يعافيكم خلوني أنتقل للجزء الثاني هنتقل للجزء الثالث عفوا في ندوتنا الليلة بإذن واحد أحد الجزء الثالث في ندوت الليلة بإذن واحد أحد يتكلم عن تطبيقات وأدوات تدعم التعلم النشط والتفاعل مع الاختبارات والواجبات وعندي بإذن واحد أحد الليلة رح أتطرق لأربع تطبيقات تستخدم أو أدوات تستخدم في الاختبارات والواجبات ورح أشرح بشكل مبسط وسريع كل تطبيق منها وكيفية التخدام وقالية استخدام طيب قبل أبدأ خلوني أبدأ أول شيء في الكوز لايز وهو أداة أداة اختبار قصيرة وغير مقيمة أنا قاعدة أشوف فيه أسئلة كثيرة هنا عن استخدام البرنامج إن شاء الله بإذن واحد أحد رح أرجع أرد رح أرجع أرد على أسئلتكم بإذن واحد أحد أنا الآن في جزئية الاختبارات خلونا بس نكملها بعدين نرجع نشوف الأسئلة ونغطي كل استفساراتكم عن الندوة بإذن واحد طيب قوز لايز اللي هو أداة أداة لتصميم الأختبارات القصيرة الغير مقيمة والتفاعلية والتحفيزية للطلاب طبعا يعزز هذا التطبيق استراتيجية التعلم والتقويم عبر اللعب طبعا أنا مصممت لكم اختبار في البركوود هذا الاختبار ننسخوا لي البركوود الله يسعدكم ونبدأ نحل الأختبار على أساس أنتوا بس تحلوا الاختبار حتوصلني النتائج وحقدر استعرضها معكم أمسح البركوود وأبدأ حلوا الاختبار طبعا رح يجيكم رابط على طول Start لحد الآن ما وصلتني أي ردود اللعب أمسح البركوود وأبدأ وحلوا الاختبار الرابط حق الاختبار موجود عندكم في الشات تقدروا تستخدموا هذا الرابط على أساس تبدو طبعا هو مقطع صوت إنجليزي أباكم تسمعوا أسمعوا أول 30 ثانية بعدين نتقلوا للسؤال الثاني حلو قاعدة تجيني الردود دقيقة بس أفتح الردود لحد الآن تقريبا 14 رد وصلني اللي انتهى من الاختبار اللعب فيكم رسلي في الشات إنه انتهى طبعا مجرد ما تفتحوا الرابط رح أوريكم كي مجرد ما تفتحوا الرابط رح يجيكم هذه الصفحة مجرد ما تضغط على Welcome to Quizalize تضغط Start رح تبدأ النص الذي تسمعه طبعا هو مقطع صوتي بلغة الإنجليزية فمجرد ما تختار واحد من الخيارين الموجودة رح يعطيك أنه صحي أنه خطأ أنا اخترت الآن الاختيار الصحيح رحنتقل على Next وبرضو في نص هنا مفترض أني أنا أضغط على هذا المايتروفون على أساس أقرأه وأختار صح طيب النتيجة لحد الآن اللي تطلع لكم طبعا هذا برنامج تفاعلي رح تطبقونا في الـ Class مثلا أو في الـ Homework ورح يكون فيه عامل مهم جدا اللازم تستخدمونا اللي هو عامل السرعة الاختبار هذا يدعم المنافسة بين الطلاب فرح يوصلكم من أول طالب حلة من أول مجموعة حلة وكيف حلهم هل حلهم يعني أخذوا كل النقاط أو خسروا جزء من النقاط وهذا التفاصيل أنا من يعرف أنتو شايفين معاي الشاشة أنا الآن اتقلت للصفحة الخاصة بالـ Activity تمام وهذه هي كل اللي ردوا على هذا الاختبار شايفين معاي تمام ممتاز طيب هذا الاختبار كيف ممكن أنتو تستخدموك أضاحة التدريس باستخدام استراتيجيات التعلم النشط أعطوني أي فكرة ممكن أو استراتيجية غير استراتيجيات المسابقة أو التنافس أو التحفيز ممكن تستخدمونا فيها ممكن هذا التطبيق تعطونهم حطيكم أنا فكرة أنا أعسس أنهيت أنهيت الرابط التنافس ممتاز في التقويم الخيتاني ممتاز معرف العرض ظاهر لكم العرض ظاهر تمام إيش ممكن ممتاز في حل الواجب إنه محل الواجب بشكل تفاعلي هذه استخدامات ممكن نستخدم فيها التطبيق مع الطلاب طيب أول أداة هذه تبع الكوزيلايز مع الطلاب أي استفسار في هذه الأداة أو أنتقل للي بعدها في المناقشة والحوار فعلا طيب طالما ما في أسئلة هنتقل علي بعدها اللي هي الأداة الثانية هذه أداة اختبارات أداة لتصميم اختبارات قصيرة غير مقيمة بسيطة وتفاعلية وتحفيزية طبعا تعلم تعزز استراتيجيات التعلم والتقويم عبر اللعب زي ما أنتو شايفين برضو أنا مصممت لكم اختبار بسيط في البار كود والله يساعدكم إذا تفتحوا البار كود أو الرابط يكون على الشات تفتحوا الرابط اللي في الشات وتحلوا الاختبار اللي ينتهي من الاختبار لطفا يرسلي إنه أنتهى من حل الاختبار طبعا هذا الأداة أداة متقدمة إلى حد ما أكثر فيها يمكن خيارين قد يعني تستفيد منها عضو هيئة التدريس بشكل أكثر طبعا الأداة الأولى رح أشرحها إن شاء الله بإذن واحد أحد بس أنتهي من تطبيق هذا الأداة أنا فاتحة الريبورد حق الاختبار الثاني والحد الآن ما وصلتني أي ردود ممتاز ردود قاعدة تظهر طيب عاصمة تقريبا تقريبا 75% اختاروا صح 87% اختاروا قالوا نعم ممتاز طيب هذا تقرير الاختبار زي ما أنتم شايفين أنتم تحلون الاختبار والتقرير بيطلع معايا على الطول وبيتحدث كل شوي طيب أنا الآن رح أمر على تصميم هذا الاختبار واضح إحنا كده نهينا الاختبارين أنا أبو أرجع معاكم على الأداة الأولى وأشرح لكم كيف صممت هذا الاختبار وكيف ممكن شكله يكون العضو هيئة التدريس والطالب أنا فاتحة للحين موقع كوزيلايز تمام ما أدري الشاشة عندكم واضحة بعد ما سجلت في الموقع بعد ما سجلت في الموقع هذا كوزيلايز ما أعرف واضح ردوني عشاة الله وعافيكم إذا واضح واضح استدري واضح كمان رح أختار تيتشر لغان أو ستودينت لغان حختار تيتشر لغان مع أني أنا سجلت في التطبيق من أول رح أدخل بحسابي أو أنت تقدروا تسجلوا بحسابكم في جوجل أو الجيمي حيجيني ثلاث فئات مطلوب مني أختار منها سواء كانت اللغة أو العلوم أو الرياضيات أنا مثلا اخترت اللغة حيعطيني نماذج بحيث أني أنا أختار منها ما حاب أختار ولا نموذج أنا حاب أصمم شيء خاص في أنا بس ممكن أنكم أنتوا تستفيدون من النماذج الموجودة هنا سواء بكثيم أو كنوعية أسئلة أنا مثلا هختار هذا كوز وان شفته ما ناسبني لو أبقى استخدم وستخدم بلاي ذا كوز ما عجبني أنا ممكن نرجع وراء واختار واختار create an exam تمام واضح أنتوا معايا؟ أوكي تمام واضح رح أختار رح أختار رح أختار create a new quiz أو a new exam مجرد ما أضغط على الاختيار رح تفتح لي صفحة جديدة على أساس أبدأ أضيفة الأسئلة حبدأ هنا أضيفة الأسئلة مثلا السؤال الأول كذا كذا والإجابات مثلا خلينا نقول أنا أبقى في وضع وضع عادي نص هحط اختيارات هحط مثلا إجابة صحيحة وإجابة خاطئة أو ثلاث إجابات خاطئة مثلا حيث الخيارات تطلع أربع وحكتب لو أنا حاب أوضح الإجابة الصحيحة إش هي والإجابة الخاطئة إش هي مجرد ما أنتهي من السؤال رح أضغط فوق فتلقائي رح يمشي معي السؤال تمام هذا هو السؤال ماشي وأضفت أنا سؤال ثاني طبعا هنا أنت تقدر تتحكم ترفع صورة سواء كانت صورتك أنتك عضوها التدريس أو كانت صورة المادة أو أين كان هنا تقدر تحط عنوان الاختبار وهنا تقدر من هذا الخيار اللي هو تقدر تفتح الاختبار وتشوفه زي ما يشوفه الطالب زي ما يظهر له الطالب حضغط على Start وهذا هو السؤال اللي قبل شوي ظهر لي والخيارات طبعا نقطة مهمة الله يساعدكم هنا اللي هي الوقت طبعا أنا هنا لما أختار أكتب هذا العناصر رح أقدر أختار أنه وضع الرياضيات مثلا رقم أو صور مثلا بحمل صورة زي اللي حملت لكم وأنتوا تحددون نقطة معينة مثلا صحيحة فيها أو أحمل أوديو ملف صوت أو حتى ملف سمعي الطالب يسمع ويختار الإجابة أو الشكل الصحيح طبعا هنا فوق فيه مدة هذا السؤال من خمس ثواني إلى خمس دقائق طبعا بالعادة في مثل هذه الأدوات التنافسية اللي تستخدم استخدام في التنافس بين الطلاب فضلا أنكم تحطونها مدة دقيقة إلى ثلاثين ثاني أي استفسار في استخدام التطبيق تمام طبعا سهل ينفع كثير اللي عندهم مثلا مراحل تدائية أو متوسطة أو حتى ثانوي بالذات في اللغة الإنجليزية أنا اللي عجبني سراحة الأوديو والصور وكمان النص اللي يطرق أبشر الروابط بإذن واحد أحد أرسلها لكم كلها كيف نشاركوا بالرابط رح أعطيه بس الرابط حق الستودينت وهو هيقدر يحلي تمام فعلا هو فيه أنظمة كثيرة بنفس الطريقة والآلية تفاعلية كثيرة أبشر ونهمك طيب للأسف أنا جرت لغة عربية هو ما يدعم اللغة العربية يدعمها بس في الأسئلة وزي ما أنتوا شايفين هذه الخيارات أما كله يتحول عربي لا تكتب الاسم؟ لا ما في خيار أن الطالبة تكتب الاسم طيب الآن أنا خلصت هذا التطبيق في أي أسئلة؟ أي استفسار؟ مناسب لرياض الأطفال؟ يسمعوا صوت ويحددوا إش هو ممكن كمان يقرأ لهم يختاروا الإجابة والشكل الصحي حلو عبدالعسيري قد تحول عنده عربي من الجوال ممتاز فعلا فيه إمكانية لتقسيم الفصول وإرساله كواجب منزلي أو غيرها من الخيرات للأدفاس أنا أعطيكم أبسط الطرق وأبسط النتائج عشان ما أباكم تجربوا على أساس ما أصعب عليكم اختبارات غير مقيمة فعلا هو اختبار غير مقيم هدفه تحفيز الطلاب وتنشيطهم طيب طيب ممتاز خلوني أنتقل للتطبيق الثاني كولاتيكس هذا التطبيق أنا كتبته مجرد في محرك البحث وطلع لي أول خيار أنا بما أني سجلت فرح أختار مع التسجيل طبعا مجرد ما أدخل free account وأحط حسابي وبياناتي بنفس طريقة التسجيل المعروفة حتحط إيميلك والبزنز كومبني أو القطاع التعليمي مثلا لو حطيتها وخلاص نمشي على الخطوة اللي بعدها طيب أنا الآن فتحت الموقع هذا موقع الاختبار إنشاء الاختبار هنا خيار create new project أو create a new project طبعا هذا الاختبار برضو غير مقيم أو خلينا نقول بيجمع لك إحصائية وابحة عن ردود فعل للطلاب لكنك ما تقدر تحط عليه درجات وتقيم والله كل سؤال بدرجة ويدخل الطالب باسمه مثلا أنا بإذن واحد أحد هذه الشغلات رح استعرضها في التطبيقين الأخيرة لكن حاب استعرض لكم هذه التطبيقات على أساس خدامها كتطبيقات تدعم التعلم النشط وستراتيجيات التعلم النشط أنا ضغط create a new project رح أضغط كمان مرة ثانية create your own هو قاعد يعطيني هنا أمثلة الاختبارات أو استبيانات already منشئة فأنا أضغط هضغط create your own تمام حقدار survey حسمي أي كان الاسم اللي أنا أبغى لو عندي أنا نسخة أقدر أحمله منها لو عندي في المكتبة أو موجود كملف أقدر أحمله لكن خليني أقول أنا ما عندي أي تفاصيل عن هذا الاختبار رح أضغط get started طبعا هذا أبسط طريقة أنا حاول قد ما أقدر أن يسهل عليكم هذه التطبيقات على أساس تبدأوا تستخدموها واجهتكم صعوبات عادي تقدروا تتواصلوا معنا أو تبحثوا عن الحل في الإنترنت أو أي إن كان طيب كذا شكل التطبيق يجي من الداخل هنا اسم الأختبار هنا survey هنا الaction اللي حنا أخذه اللي هو الفعل أو الاستبيان كيف حستخدمه هنا توزيع هذا الاستبيان أو الاختبار هنا تحليل النتائج وهنا تقرير هذا الاختبار أو الاستبيان طيب لو أنا بغير شكل الاستبيان فمن look and feel هحط الثيم اللي أنا أبغاء أو أحط الصور أو أغير الخلفية أي إن كانت التفاصيل اللي أنا حاب أضيفها على الاختبار حاب أحط logo حاب أغير في شكل معين طبعا الجميل والحلو في هذا التطبيق إنه بيوريك كمان شكل الاختبار كيف يجي في الجوال فهذه الميزة الحلوة اللي حبيتها صراحة طيب أنا متابعة معكم في الشات أي شي اكتبوا لي على الشات الله يسعدكم طيب هنا السؤال رح أبدأ أنا أكتب اسم السؤال أو نص السؤال وحبدأ من هنا مجرد أنا ما أحط الماوس على السؤال رح تظهر لي هذه العلامة بالأخضر حبدأ هنا أختار نوع السؤال هل أنا أبغاه اختياري أنا أبغاه graphic أنا أبغاه نص أنا أبغاه hotspot اللي هي نقطة معينة أحددها هل أبغاه group هل أبغاه رتب هل أبغاه حاجة يكتب فيها كلها اختار النوع اللي أنا أبغاه طبعا مجرد ما اختار رح يعطيني مثال على شكل هذا الاختبار زي ما زي ما أنتوا شايفين مثلا اللي هو خياجو سيغنيتشر هذا هو فتح لمربع على أساس الطالب يكتب فيه وفي مجموعة كتابولي في الاختبار اللي أنا أرسلت له طيب زي ما أنتوا شايفين هنا على أساس الhot spot يحدد نقطة معين الhighlight يحدد كلمة معينة يعمل لها highlight واضح فمن هنا هختار نوع السؤال مجرد ما أختار النوع هيظهر لي الخيارات المفترض بني أعبيها مثلا أنا هنا خليته multiple choice اللي هو اختياري فاعبي خيارات المفترض الجميل هنا أنه كمان يضيف خيارات إضافية زي مثلا هل تبغى ثلاثة خيارات أو تبغى أكثر تبغىها خمسة تبغىها ستة تبغىها تسع عين كام الإجابة هل تبغىها إجابة واحدة ولا تبغى الطالب يختار إجابتين وأكثر إجابتين وأكثر صحيحة طبعا لو اخترت إجابتين يقول لك حدد هل تبغىها ثلاث إجابات أربع إجابات زي كلا هنا drop list هل تبغىها بنفس هذا القائمة أو بقائمة مختلفة هل تبغى هو يختار كلها هذه تتعلق بخيارات الإجابة نفسها هل تبغىها تظهر بشكل أمودي أو أفقي كمان في هنا كمان خيارات لو حاب أن تضيف أي تفاصيل لهذا السؤال أو هذه الإجابة واضح هذا الاستخدام طبعا بنفس الطريقة خلص من هذا السؤال رح تنتقل على السؤال اللي بعده نفسه الآلية مجرد ما تحط الماوس نشط لك هذا تقدر تختار نوع السؤال وتبدأ تعب طيب كيف ترسلوا للطلاب في طريقتين النقطة أو خطوتين الخطوة الأولى تعملوا بريبيو على أساس أنت تشوفوا كيف ممكن الطالب يشوف فمن هنا أنا قاعدة أوريكم هذا هو شكل الاختبار في الجوال وفي التطبيق تمام شكل الاختبار في الجوال وفي صفحة الانترنت العادي تقدر تراجع وتشوف كيف ممكن الطالب بيختار طيب أنا نهيت أنا خلاص كده أنا الاختبار تمام ما عندي أي مشكلة فحرجع على الصفحة الرئيسية وحعمل وحعمل للاختبار نشر من publish هيعطيني خيارات النشر أختار مثلا publish هيعطيني link على أساس هذا هو link الاختبار على أساس أبدأ أنا أنشره للطلاب واضح؟ أنا حاولت قدمة أقدر يكون الشرح بسيط هستنى ردكم على الشات إذا فيه واضح في أي أسئلة أو استفسارات على هذة التطبيقين هل عندكم أي استفسار بما يتعلق بالتطبيقين لطفا اكتبولي في الشات حسنى ردودكم على الشات ترجمة نانسي قنقر البرنامج الأول بيدعم اللغة العربية البرنامج الثاني للأسف ما بيدعم اللغة العربية أنا حاولت ما لقيت فيه خيارات ممكن أن أغير اللغة أي استفسارات شكرا لكم هنتقل للبرنامجين الثاني لا عادي ممكن الرابطين أو البرنامجين عادي الطالب يقدر يستعرضها في جهاز المتصفح نفسه الدكتور سامي يرسل تجربته أنه بيعمل على الكوالتاركس منذ فترة ويدعم كتابة الاسم وإضافة الدرجات وعمل تحليل الدرجات عبر الاس بي اس اس أنا حاولت زي ما قلت في البداية أني أعطيكم أقل أو أبسط طريقة لتصميم هذا الاختبار الخيارات اللي قلت عليها دكتور لازم تكون مدفوعة أو بعد فترة من الاستخدام تدفع حق استخدام التطبيقات اللي اتكلمت عنها كل هاليوم هي مجانية أبشروا بإذن واحد أحد أرسلكم الروابط طيب أي استفسار بما يتعلق بهذه التطبيقين يتم إرسال للطالبة عادي زي ما أنا أرسلتوا لكم سواء ببار كود أو ترسلوا لهم التطبيق مباشر طيب رح أنتقل رح أنتقل الآن لتطبيقي فومز في جوجل وميكروسوفت خلوني في البداية أعمل مقارنة سريعة ما أعرف عندكم واضح تمام في تطبيقين الآن رح أتطرق لها بنفس الاسم طبعا اسمها كلها فومز بس واحد يتبع لشركة مايكروسوفت واحد يتبع لجوجل طبعا فومز تبع مايكروسوفت يعتبر اختبارات قصيرة غير مقيمة وأنا أقول غير مقيمة بالنسبة للمنظمة اللي أنا فيها فيه اختبارات مقيمة وأدوات كمان متقدمة لكن مدفوعة والشركات المخصصة فيه الكيكيو اللي في جامعة الملك خالد أنا أحمشي معاكم خطوة خطوة وحوريكم أنها غير مقيمة يمكنك طبعا بعد الاختبار استعراض وتحليل النتائج كمان فيه جوجل فومز فيه خيارات أكثر فيه اختبارات طويلة مقيمة وتقدر تسعرض النتائج وتحللها وكمان تقدر أنك تخصص كل طالب باسم وتقدر تسعرض نتيجة كل طالب وتجربة كل طالب بشكل مفرد وأنا سبق في بداية النتوة استخدمت معاكم جوجل فومز وحستعرض لكم كيف ننشئ اختبار في كل الفومز الاثنين وكيف نمر بالتجربة لحد ما ننشرها للطالب خطوة طيب قبل أبدأ ما أعرف شكل الشات معلق لكن ماشيين تمام تمام شكرا لكم طيب خلوني أبدأ بمايكروسوفت فومز طبعا كل هالاثنين تدعم جوجل أو الأكسل شيت يعني تقدروا تنزلوا نتائج الطلاب أو الإحصائيات اللي أنتو حصلتوا عليها من الاختبار على جوجل شيت طيب في البداية هذا الاختبار أنا صممته لكم بمايكروسوفت أو بمايكروسوفت فومز في البار كود لطفا أفتحوه وجربوا معايا على أساس تشوفوا كيف ممكن الاختبار يظهر للطالب أنا سويت اختبار في فومز أباكم الله يسعدكم جاوبوا على هذا الاختبار الاختبار موجود في البار كود حاستنى منكم الردود لحد الآن بسه ما جاني ردود طيب عندي استجابة واحدة لحد الآن الأسئلة حلوها بشكل عشوائي مو شرط حلوها بشكل صحيح الرابط موجود كمان على الشات الرابط موجود على الشات تسعة لحد الآن رده ما يهم كيف الإجابة تكون أهم شي يجاوبوا على أساس تشوفون كيف الخيارات بتظهر للطالب أو الطالب طبعا السؤال الأول لكم تختارون متعدد السؤال الثاني على أساس ترتبون والسؤال الثالث تحددون صح أو خطأ والرابع تحددون رقم معين من خطة العدادة موجود أمامكم طيب لحد الآن وصلتني مية وتسعة إجابة هستعرض معاكم الاستجابات على هذا الاختبار طيب زي ما أنتم شايفين عدد الإجابات متوسط الدرجات وحالة الاختبار نشط في كل سؤال جايب لي كم نسبة الردود يعني والله الأزرق رده مثلا 12.6% أنه هذا السؤال إجابته كذا في البرتقالي نسبته كذا وهلما مجرع على كل التفاصيل بنفس الأسئلة هم طلعلي زي تحليل بيانات للاختبار بعد ما أنتم جاوبتوا عليه كذا بيظهر لكم تظهر لكم نتائج الاختبار في هذا الفورمز طيب أنتم تقدروا تراجعوا الإجابات بشكل فردي وتقدروا كمان تنزلوها على أكسل شيف لكن زي ما أنتم شايفين أنا ماني قادرة أشوف إلا المستجيب ماني قادرة أشوف أي تفاصيل ثانية عن اسمه عن إيميله عن أين كان واضح أنا الآن في المستجيب 11 زي ما أنتم شايفين أنا شايف كل الإجابات لكن ماني عارفة مين اللي جاو واضح طيب هذا جوجل فونز أي سؤال على جوجل فونز طيب تمام هنتقل الآن أشرح لكم كيف إحنا ممكن نستخدم جوجل فونز طيب في النهاية رح أرجع على جزئية المقارنة بين جوجل فونز وبين مايكروسوفت فونز لكن الآن رح أنتقل على جوجل فونز طيب شايفين معاي في الشاشة الله يسعدكم أنا فتحت على صفحة الرئيسية كتبت مايكروسوفت فونز حفتح البرنامج نفسه أنا أورادي مسجلة بإيميلي حق الجامعة وهذه هو خيارات التطبيق من داخل عندي نموذج جديد أو اختبار جديد رح أضغط على اختبار جديد رح أبدأ أدخل عنوان الاختبار وحكتب وصفه وحبدأ في إضافة الأسئلة طبعا هنا زي ما أنتم شايفين الأدوات البسيطة يعني بس اللي أقدر أضيفه صورة ما في أي تفاصيل ثاني كمان نوعية الأسئلة اللي هنا لو أنتم شايفين فيه اختيار متعدد ونص تقييم تاريخ بعدين فيه هنا سهم فيه أسئلة إضافية زي تصنيف وليكارت لتحميل ملع ومقطع فأنت ممكن تختار من هذه الخيارات الموجودة قدامك أنا مثلا اخترت خيار متعدد حكته بنص السؤال والخيارات الإجابة الصح رح أحط عندها صح طيب ولو السؤال إجباري وأبا الطلاب يجاوبوا عليه رح أضغط على مطلوب لو عليه نقاط رح أحط أنا بقاقي يحسب عليه مثلا عشر نقاط أو خمس نقاط أي إن كان واضح لو أبغى أضيب خيارات إضافية على السؤال رح أضغط على ثلاث نقاط اللي في الجن ورح تظهر لي هذا القائمة المسدلة سواء كان رياضيات أو عنوان فرع أو إضافة تفريق يعني أنا أزيد في نفس هذا السؤال طيب لو أبغى أضيف سؤال جديد رح أضغط على إضافة جديد وتلقائي اختار من النوع اللي أنا أبغى مثلا أنا أبغى مثلا لكرت وحضيف زي ما أنتم شايفين أنا في لكرت كنت حطته صح وخطأ وحدفت الخيارات الباقية الخيار رقم ثلاثة حدفته أربعة حدفته وخمسة حدفته على أساس يظهر لي بس صح وخطأ وحطيت الجمل قدامه بحيث أن الطالب يختار طيب هذه ببساطة كيف سويت سؤالين في فورمز أي سؤال لحد هذه النقطة أي سؤال أي استفسار الأمور تمام أكمل طبعا الحلو في فورمز آلية نشر الاختبار أعتقد ألك آلية نشر الاختبار والاستجابات أنا كذا بمجرد ما خلصت الأسئلة أقدر أضغط معاينة وأشوف كيف يظهر الاختبار للطلاب والطالبات سواء من الكمبيوتر أو الجوال طيب وفيه كمان خيارات ثانية للمشاركة زي ما أنتم شاكين مشاركة فيصير أنا أحدد هنا الإجابات من يقدر يرد على هذا الاختبار هل أي شخص لديه الارتباط أو أقيت بأنهم الأشخاص الموجودين في كيكيون مثلا في جامعة ملك خالد أو خلينا نقول في المكان فلان واضح الخيار اللي بعده كيف أنا أبغى هذا الرابط هل أبغى مثلا باركود أو أبغى رابط أو أبغى عن طريقة الإيميل تمام كيف تضيفين هذا الاختبار في الإيميل تزخينه إيميل أو باركود دكتورة وتحطينه كارتباط كيف تستعرضين الإجابات عندك الخيار الاستجابات هنا فوق ما أدري واضح الاستجابات هذه هي بيطلع لك كل الإجابات وأنتي تضغطين على الإيقونات الموجودة هنا مراجعة الإجابات سواء فردية أو كيف أحدد الإجابة الصحيحة بنفس الصح اللي ظهر لي قبل شوي يعني زي ما أنتم شايفين ما عارف شاء واضح عند فيه خيار حد خيار تعليق وفيه صح أقدر أخليها صح كيف أخليها رتبي بصيقة السؤال نفسه حضغط على إضافة جديد وحختار أنا مثلا قبل شوي اخترت تصنيب تصنيب يعني رتبي رتبي التالي ححط عدد الخيارات اللي أنا أبغاها بالترتيب اللي أنا أبغاها ضروري الله يساعدكم تنتبهوا للترتيب اللي أنت تتبغي وخلاص واضح؟ بأكيد لازم تحطي درجة كيف ترسلوا للطلاب يوم الأختبار من مشاركة عندك نسخ للرابط أو بار كود طيب نتاعج هذا الأختبار كيف تطلعها خلوني أرجع على الفورم اللي أنا أرسلت لكم بنفس الطريقة هذه أنا رحت على أسئلة زي ما أنتم شايفين دقيقة هذه الاستجابات هذه تحليل للإجابات أنا رحت فين رحت على مراجعة للإجابات وقاعد يعرض لي سؤال سؤال مستخدم مستخدم طيب تقدر ترسل اختبار لطالب محدد إينا تحديد وقت البداية والنهاية زي ما أنتم شايفين لا للأسف عندي مموجود طيب طيب ممتاز يمكن خيارات متقدمة أكثر يمكن على أساس الخيار اللي عندي أنا فما عارف ولله لكن أتوقع فعلا أنكم تقدروا تحدد الوقت طيب خلوني أنتقل على Google Fonts على Google Fonts دقيقة بس الله يسايفكم Forms أتوقع أنكم تقدروا تشوفو أو خلينا نقول شروحات أكثر كونوا أصلا مستخدم الآن في وزارة التربية والتعليم كيف تفرزوا التفاصيل حق الاختبار نفسها إذا نزلتوها على Excel طيب الآن أنا حنتقل لGoogle Fonts عندكم هذا النموج الله يساعدكم أباكم تجربوا تدخلوا وتحلوا الأسئلة موجود Microsoft Fonts على المنصة فعلا أباكم الله يساعدكم تقدروا تدخلوا على البركود الموجود عندكم وتجاوبوا على الأسئلة الموجودة لحد الآن تقريبا 8 إجابات وصلتني البركود أمامكم لطفا أنسخوا شوفوا البركود أو الرابط موجود على الشات إذا ممكن تشوفون استنى ردودكم على Google Form الموجود قدامكم طيب معرف الشاشة قدامكم واضحة أنا عندي الجهاز معلق ما أعرف الشاشة عندكم واضحة تمام أنا الآن بعد إذنكم رح أقفل استقبال المشاركات ورح أقفل الشات لأن تمام لأن أعتقد دقيقة بس أوكي زي ما أنتم شايفين قدامكم هذه الإحصائيات الخاصة بالردود طبعا المميز أو الحلو في Google Form أنك تقدر تشوف الردود بشكل مفرد فردي يعني نقدر أشوف كل شخص والنقاط اللي جابها زي هنا جاب 0 من 9 الخيار الثاني جاب 1 من 9 الشخص طبعا بالإيميل زي ما أنتم شايفين الإيميل موجود قدام أنا ممكن كمان أضيف العسم طيب أنا الآن هذا الاختبار اختبار هذا الإيميل وجايب 1 من 9 وهذه إجابات وأقدر كمان أضيف العسم طيب واضح شكل الاختبار وأقدر أتنقل بين هذه 99 إجابة لحد ما أتلا كل الإجابات وأقدر كمان أني أرفعها على Excel واضح طيب خلوني إنتقل بكم إلى Excel أو خليني إنتقل بكم إلى Google Fonts الشاشة عندكم كمان طيب أنا الآن على Google رح أروح على Drive ومن Drive أنا الآن رحت على Drive ومن Drive حابة أنشئ Menu وأختار Forms Google Forms طيب مجرد ما اخترت Google Forms فتحت لي نافذة جديدة حبدأ هنا أسمي النموذج الأختبار الأول الثالث أي إن كان وحبدأ أحط وصف الاختبار وأبدأ أكتب الأسئلة طبعا مجرد ما أكتب السؤال رح يظهر لي النوع اللي أنا أبغى هل أبغى Multiple Choice اللي هو اختياري Checkbox Dropbox طبعا الموقع تقدرون تعربونا تقدرون تخلونا باللغة العربية أبغاه Short Answer أبغاه Paragraph مثلا كامل أي إن كان نوع الاختيار اللي أنا أبغى أنا هنا اخترت مثلا خيار متعدد وحبدأ أحط في كل خيار النص اللي أنا أبغى طبعا أقدر كمان في الخيارات أحط صور واضح؟ طيب أنا هنا شرحت لكم على طول على Google Forms لكن في خيارات جدا مهمة على أساس إذا أنتوا تبغوا تقييدوا الوصول لهذا الملف بالاسم والإيميل والدرجة فتروحوا من Setting وتحولوه لQuiz هو General لا تحطوه Make this quiz هفعل هذه النقطة بس طيب واضحة طيب الدرجات متى تظهر إذا أنا أبغى خليها تظهر بعد الإرسال أو الـ Submission أو الانتهاء من الاختبار أو أبغاها بعدين أنا بعدين مثلا أنشرها في البلاك بورد أو أين كانت المنصة اللي حنشرها فيه هضغط على Save واضح زيب أنتوا شايفين ظهر لي خيار هنا Point أوكي و Answer Key مجرد ما أضغط على الـ Point هيحط لي الدرجة اللي أنا أبغاها مثلا أنا أبغاها أضغط الدرجة والـ Answer Key هحددها بالضغط على Answer Key وأحدد الإجابة الصحيحة وذلك طيب في نقطة كمان جدا مهمة اللي هو هل هذا السؤال مطلوب أو غير مطلوب فيصير ضروري تنتبهوا لها طيب كيف أنا أضيف العسم؟ الإيميل أوتوماتيك من الإعدادات رح يجمع الإيميلات طيب فزي ما أنتم شايفين نروحت على الإعدادات بعدين General وطلبت أنه collect email address فما حيسمح لأي أحد يرد لحد ما يرسل أو يحط email طيب في خيار ثاني أنا أبغا أضيف الاسم رح أضيف الاسم كسؤال رح أروح من هنا الزائد وحطلب النوع السؤال يكون short answer أو إجابة بسيطة على أساس أكتب الاسم والطالب يكتب اسمه طيب طبعا هنا على أساس ما يتقيم ححط الدرجة 0 واضح كيف أنشر هذا الاختباط من خيار send رح تظهر لي هذه الخيارات إرساله عن طريق الإيميل أو برابط حضغط على هذا الرابط أنسخه ألسقه مثلا في الإيميل أو حتى هستخدم shorter URL على أساس أرسله كرابط مختصر و بسيط واضح؟ أي استفسار؟ طبعا الدرجات أو الردود رح تجيني بنفس الطريقة اللي عرفتها لكم في الملف السابق أي استفسار على Google Forms شات مفتوح إذا ممكن تردولي إذا تمام أو لا عيقونة الشات مفتوحة إذا ممكن تردولي إذا تمام أو لا الفرق بين البرنامجين يرجع أنا أشوف أنه يرجع في المقام الأول للهدف اللي تحتاج منه الأختبار هل تبغاك استبيان أو تبغاك اختبار أنت اللي تحدد هذا الشيء طبعا تبغاه بدرجات ما تبغاه بدرجات تبغاه أنت اللي تحدد بشكل أساسي طيب أنا كذا شرحت تقريبا أربع أنواع أو أربع عدوات للاختبارات الفورمز لا ما يدعم أن الطالبة تسجل صوت وترسل عندكم في التعليم أيوة فعلا وعلى فكرة في خيارات إضافية وأدفانس لكل واحد من هذه التطبيقات مجرد أنت ما تدفع مبلغ رمزي رح يتيح لك أدوات أكثر وتفاصيل أكثر طيب أي تفاصيل أي أسئلة طيب الله يسعدكم أنا أبو أشوف الفيدباك حقة أراءكم وتجاربكم الليلة الأشياء اللي خرشتوا بها على التغريدة على تغريدة الإعلان على الدورة أنا كذا انتهيت رح أظل على أساس أجاوب على الأسئلة اللي عندهم أسئلة في الخمسة أنظمة شكرا لكم والحضوركم الحضور حيرفع تلقائي الشهادات في رابط قلنا سنرسل لكم بإذن واحد أحد الاختبارات المقيمة عليها درجات يعني أنت تقدري في النهاية تحطي والله هذه الطالبة جابت 6 درجات من أصل 10 غير مقيمة لا شي لها هي أعتذر منكم أنا بس هتكلم عن كيف تنشر اختبار وتنشر للطلاب ما هتكلم عن التحليل الإحصائي للاختبارات طيب الحضور تلقائي الله عافيكم أنا أشوف الملخصات اللي أنتو أخذتوها للندوة على التغرير سواء كانت صور أو أين كان كيف ترسلوا للطالب ترسل في الموقع يسألوا عن زيبر وورك فترسل للطالب بكود أو باركود العفو حياكم الله أبو الله يساعدكم أبو أشوف تفاعلكم على التغريدة كيف كانت وإيش أبرز شي يستفدوا يعني منه إيش خرجتوا من من هذه الدورة إيش اللي لو حتى استراتيجية وحدة أو معلومة وحدة أنتو استفدتوا منها في هذه الدورة الأسماء لا تشيلوا في الشهادات إذا الاسم مواضح هيكون في إيميل ترجعوا ترسلونا نشوف الشهاد أو نعدل الاسم أبو أشوف الله يساعدكم الفيدباك أو الصور اللي أخذتوها سكرينشوت أو أين كانت على التغريب أتمنى يا رب أن يكون يعني أنكم استفدتوا لو شي بسيط طبعا هي خمسة برامج الليلة طرقنا لها إن شاء الله يرب تكون أضافت لكم لو شي بسيط وتغني العملية التعليمية عندكم بإذن واحد أحد هل في زبر هل يمكن حفظ صيغة الملف صيغة عادية تحت طالب من البرنامج لا ما يقدر يحفظ الملفات هو بس يشوفها أما يحفظها لا طيب البرنامج الأول اللي قبل الواي فاي ويش اسمه أستاذ عبد الله مغبش هذا البرنامج اسمه Anatomy 4D الشهادة حترسل على إيميلاتكم اسمك واضح يا فاضمة الشهادتين حنرسل الشهادة الثانية يعني مثلا من الشهادة الأولى يرسل لنا على الإيميل e-learning at kku.edu.sa إن شاء الله في ظرف أسبوع بإذن واحد أحد توصلكم الشهادة طبعا زي ما قلت لكم البرامج فيها مستويات فيها المدفوع وغير المدفوع أنا كل الكلام اللي تكلمت بيه كان غير مدفوع شكرا أستاذ مراد اي نعم تقدر تشوف المباشرة الطالبات اللي حلوا لكن أستاذ أزهار ما تقدر يتعرف مين اللي حل الأول فممكن يكون فيه شوية يعني ممكن تقولي لهم اللي حلت أول ترسلي على الشهر جزاكم الله كل خير الشهادات نرسلها على الإيميلات شكرا لحضوركم